اعلاموا ان هناك خطة للصعود المصري اعلاموا ان هناك خطة لارتفاع وارتقاء البنان المصري التقى اليوم زارنا في مصر النهاردة ليلتق بالرئيس وزير دفاع اكبر دولة بتنافس امريكا في العالم وزير دفاع الصين الصين القادم التنين الصين القادم اللي بتخشاها امريكا امريكا بتلم كل اسلحتها وادواتها في العالم لمواجهة التنين الصيني وزير دفاع الصين النهاردة وصل إلى القاهرة اجتمع بالرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن ما أعلن نوقش ما نوقش اتفق على ما اتفق ما صرحت به وسائل الإعلام عبر المتحدثين الرسميين سمعناه تبعناه لكن الأهم ما لم يعلن مصر بتبنى مصر ده يا خطط مصر لتأثير لدولة معينة مصر لم تنحاز مصر الآن بتعمل وفق مصالح مصر مصر بتتحرك وفق مصالح مصر مصر لا يملع عليها ثقوا في هذا مئة بالمئة ثقوا في من يحكم الآن ثقوا ثقة بلا حدود في وعي من يحكم واحسنوا الظن به هذا الرجل ثقوا به واحسنوا الظن به فهو يبني وطن يعيش لأجيال وأجيال لعشرات بالمئة السنين ما يجري الآن تتشينه من بناء دولة وصعود دولة ويعرض بناء مجتمع ويعرض بناء بشر وحجر بيمثل صعود حقيقي بقطة حقية بوعي وأمانة غير مسبوقة ثقوا في هذا أنقل هذا عن قناعة وعن وعي وعن إيمان وأعلم أن الله يعلم ما نقول وإحنا بنشهد الله على ما في قلوبنا